لم تعد البيئة العراقية مناسبة لاستقطاب الشركات العالمية الكبرى بل انها اصبحت طريضة للشركات العاملة في العراق بسبب التهديدات الامنية والضغوط التي تتعرض لها الشركات من قبل القوات الحكومية والميليشيات الامر الذي يجبل الكثير من شركات النفط العملاق على الانسحاب وزير النفط الحالي احسان عبدالجبار قال ان شركة بريتش بتروليوم البريطانية تفكر في الانسحاب من العراق بينما ترود شركة لوك اويل الروسية بيع حصتها في حقل غرب القرن اثنان لشركات صينية كما اكد عبدالجبار ان البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على اللاعبين الكبار تفكير بريتش بتروليوم في الانسحاب يأتي بسبب اعتزامها على فصل عملياتها في العراق لتكون شركة مستقلة وذلك مع سعيها لتحويل تركيزها استثمارات منخفضة الكربون وفق ما كشفته صحيفة جورنال ستريت انسحاب الشركات الاجنبية من العراق لم يكن بالامر الجديد حيث كانت شركة اكسون موبيل الامريكية اجلت موظفية من حقل غرب القرن واحد النفطي عام 2019 ذلك بسبب التهديدات الامنية لتعود الى العمل بعدها اثر تعهد الحكومة والقوات الامنية بحمايتها مخاوف الشركات النفط الاجنبية من تهديدات الميليشيات المسلحة المرتبطة بايران زادت بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيات الحاجد ابو مهدي المهندس التهديدات الامنية لم تكن السبب الوحيد بانسحاب الشركات بل عمل الفساد على طرد العديد من الشركات الاجنبية العاملة في العراق وتؤكد هيئة الاستثمار ان اغلب المشاريع التي منحتها خلال السنوات الماضية لم ترى النور ولم تشهد اي نسبة انجاز تذكر ذلك بسبب الفساد المستشري في العراق الذي يعد واحدا من اكثر بلدان العالم فسادا بحسب منظمات الشفافية الدولية اشتركوا في القناة